الحقيقة في الانترو بتاعي ولكن عندي فقرتين الفقرة الاولى تلاتة من نجومنا الكبار جدا النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبدالصمد النجم الكبير الكابتن شريف حبد المنعم النجم الكبير الكابتن محمد حشيش تلات نجوم هنحتفل معاهم ببطولة الدوري العام المصري في الفقرة الاولى في الفقرة التانية هتبدأ ان شاء الله في تمام الساعة 12 هيكون معنا احدث صفقات النادي الاهلي صفقة مهمة جدا جدا عملها النادي الاهلي النهاردة او اعلن عنها النادي الاهلي النهاردة ويعني انا قلتلكم الكلام ده يا جماعة قلتلكم من فضلكم ثقوا في مجلس ادارتكم وخليكم عارفين ان هم عارفين كل حاجة ومزبطين كل حاجة وكل حاجة متزبطة ولكن الاعلان بيبقى في توقيتات معينة ماينفعش اللي انا اعلن قبل مباريات حتى لو كانت المباريات مش مهمة فاللي انا بقوله لحضراتكم يا جماعة الكلام اللي انا قلته لحضراتكم قبل كده اعتقد انه هو بدأ يتحقق من ساعة رمضان صبحي وتمديد الاعار الرمضان صبحي وبعد كده اليو ديانج يعني ان شاء الله خلال الفتر اللي جاي حيكون مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الاهلي والنهاردة تحديدا واحد من النجوم الكبيرة جدا واحد من النجوم اللي لعبت في النادي الاسماعيلي هذا النادي الكبير هذا النادي العريق هذا النادي اللي عنده مجموعة مواهب كبيرة جدا 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 وجمهوره من ارواع الجماهير اللي موجودة في مصر اللي هي جمهور النادي الاسماعيلي النجم الكبير محمود متولي هيكون معايا احدث صفقات النادي الاهلي هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقة هنتكلم مع محمود عن كل ما يخص محمود متولي وعن حياته في النادي الاسماعيلي ومن بعد كده بقى ازاي جيه النادي الاهلي وايه اللي حصل منذ مجيئه للنادي الاهلي والمفاوضات مشت ازاي وحنتكلم في كل حاجة وبالمناسبة انا بس عايز اعتذر لزميلي في فريق الاعداد انا هتذلكوا النهاردة جماعة انا مش هاخد كل الاسئلة اللي انتو كاتبينها دي كل الاسئلة اللي حضراتكم كاتبينها دي بالنسبة لفريق الاعداد انا مش هاخدها الاسئلة اللي هاخدها النهاردة هي اسئلة الجمهور بالنسبة لطبعا لمحمود متولي اسئلة الجمهور احنا عندنا وسلتين للاتصال مع حضراتكم الوسيلة الاولى وهي هاشتاج احنا عاملينه على شاشة قناة النادي الاهلي اسأل متولي على تويتر طبعا اسأل متولي من خلال ملعب الاهلي كل الاسئلة اللي حضراتكو هتبعتوه لنا على هاشتاج اسأل متولي هنسألها لمحمود متولي ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة هنسأله في كل اللي حضراتكو عايزين تسأله عنه كل الاسئلة اللي هتجيلي هسأله له تاني حاجة هتبقى من خلال الصفحة الرسمية للنادي الاهلي هيكون عندنا او من الصفحة الرسمية لقناة النادي الاهلي هيكون عندنا بث مباشر لمحمود متولي في حوار خاص على شاشة القناة من خلال الرابط اللي موجود على الصفحة الرسمية لقناة النادي الاهلي برضو بعتوا كل الاسئلة اللي حضراتكو عايزين تبعتوها من خلال هذا البث المباشر حسأل اسئلتكو كلها أنا بقولت لكم أن أنا بعتذر لأصدقائي في فريق الإعداد ومش حسأل ولا سؤال من اللي أنتو عاملينه كل الأسئلة أسئلة الجمهور النهاردة هنتكلم فيها مع أحدث صفقة عملها النادي الأهلي وهي النجم محمود بتولي طيب هنعمل إذا ما قلت لكم الجزء الأول حيكون معايا ثلاثة من النجوم الكبار النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبدالصامد النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم النجم الكبير الكابتن محمد حشيش هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نلتقي بنجمنا الكبار وبعد نجمنا الكبار نلتقي بأحدث الصفقات النجم محمود متولي